السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لإلغاء التشعيب ايه اللي بحصل؟ كتير جدا من أولاء الأمور والطلبة زعلين جدا اللي ممكن يتم إلغاء التشعيب ويبقى علمي وأدبي لما الأستاذ عمر عبد السلام عمل حوار مع جرات الأهرام النهاردة لإلغاء التشعيب هذا حاجة جميلة أول لا يملك وزير التربية والتعليم إلغاء التشعيب بالثانوية العامة ليه باشا؟ لارتباط إلغاء التشعيب بتعديل قانون التعليم ده بالغاء التشعيب ده يعني هيضيع حقوق الطلبة وقلنا مجلس الشيوخ أجمع رفض مشروع قانون التعليم اللي بتقدم به الحكومة العام الماضي وفضطرت الحكومة إلى يعني سحب المشروع من المال برلمان بعد أن تأكلت برفضه أي قرار سيصدره الدكتور طرق شوي بالغاء التشعيب سيواجه بالقضاء ويكون مصير الإلغاء ده كلام من أستاذ عمر عبد السلام في صحيفة الأهرام إلغاء التشعيب تطوير مقترح مخاوف مشروعة كل الكلام ده بنقولها ما ينفعش يتم الغاء التشعيب إلا ما يتم تصبيت المناهج يتم تخفيف المناهج لكن مش عشوائيات احنا بنتكلم على تعليم يا جماعة بنتكلم على كيان دولة بنتكلم على أساس دولة بنتكلم على طالب هيرفع راية دولته عشان كده التعليم هو الأساس في أي بلد في العالم تحياتي لسه عمر عبد السلام تحياتي لكل طلاب مصر تحياتي للقائمين على التعليم بما يرضي الله فأنا بقول لا لإلغاء التشعيب لأن التشعيب ده وجهة نظر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا بحب الأحياء وده بيحب الرياضة ده بيحب الفيزياء ده بيحب الكامياء كل وقت حر لكن ما تمكشي كل بباله في الآخر تقول لي اعملي كوكتيل عشانة الله لك مهنس ودكتور أنا مع احترامي ده وجهة نظر وانتو حرين في وجهة نظركم تقول لي في تعالى ايه رأيكم في اللي أنا قلته ده و ايه رأيكم في اللي أستاذ عمر عبد السلام قاله و ايه رأيكم في اللي الوزير عاوز يعمله تحياتي لكل طلاب مصر في امان الله